نعم زميل رضا صباح الخير لك ولكل المشاهدين الكرام نحن والآن متواجدون بمقر المديرية العامة للحماية المدنية لرصد الحصيلة النهائية للحماية المدنية عبر مختلف مصالحها بولايات الوطن خاصة الولايات التي شهدت تضررا كبيرا جراء هبوب الرياح منها الولايات الغربية على كل حال يتوجد معي عبر هذا النقل المباشر النقيب بن أنزال زهير ليوفينا بالإعلام على مستوى المديرية ليوفينا بأبرز المستجدات والحصيلة النهائية لمصالح الحماية المدنية عبر هذا النقل زميلي أستاذ صباح الخير هل لكم أن تضعونا في الصورة وتضعوا المشاهد الكريم لمعرفة المستجدات والحصيلة النهائية لحماية المدنية عبر تدخلتها في مختلف ولاية الوطن شكرا زميلي بس الخير عليكم يعني بالنسبة لتدخلات مصالح الحماية المدنية خاصة في 24 ساعة الماضية التي تخلى لها هبوب رياح قوية على مستوى العديد من الولايات الوطن وإن كانت هناك نشرية لمصالح ديوان الأرصاد الجوية عن هبوب رياح قوية مست 39 ولاية للتراب الوطني رياح كانت جنوبية إلى جنوبية شرقية مع شدة تطراوح ما بين 70 إلى 80 كيلومتر في الساعة وفي بعض الأحيان تصل إلى 90 كيلومتر في الساعة وين مصالح الحماية المدنية تجندت على إثر هذه النشرية وين كان هناك عدة تدخلات متعلقة بسقوط أشجار وكذلك يعني سقوط بعض الأحجار وإلى جانب كذلك سقوط بعض خلوط الكهربائية وعميدة الإنارة وكذلك يعني تشقق في بعض السوقوف أغلب تدخلات كانت على مستوى ولايات الجزائر وهران غليزان سيدي بالعباس البيض كذلك مستغانم تزيزو الشلف والبليد فيما يخص تدخلات على مستوى ولاية الجزائر وين تم تسجيل سقوط خمس أشجار على مستوى بلدية عفوا بن جراح الكاليتوس الدويرة ورويبة مع تسجيل إصابة الشخص بجروح طفيفة على إثر سقوط حجارة من بناية قديمة على منزل فوضوي بحي أحمد بوعنان ببلدية بزرعة تم إسعاف الضاحية في عين المكان كذلك بالنسبة لولاية وهران سقوط حجارة من عمارة على سيارة كانت متوقفة بحي ميرامار ببلدية وهران كذلك تم تسجيل سقوط لوحة إشهارية ببلدية بير الجير بالمكان المسمحي اليسامين على مستوى ولية غليزان تم تسجيل سقوط 11 شجرة في كل من بلديات زمورة سيديل لرزق كذلك بلديات عمي موسى ومندس إلى جانب سقوط خمس أعمدة إنارة وخيوط كهربائية سجلت ببلديات غليزان وعمي موسى كما تم تسجيل سقوط جدار لمسكن وكذلك سقفين في كل من بلديات جديوية كذلك بلديات ودرهي ويلل بدون تسجيل خسائر بشرية أما فيما يخص ولاية سيدي بالعباس أين تم تسجيل سقوط عشر أشجار في كل من بلديات سفيزف حاسي دحو تلاق كذلك بلديات مرين سيدي بالعباس بوغنيفس وإلى جانب بلديات حاسي زهانا وتسجيل انهيار سقف منزل بحي القديم ببلديات المطار دون تسجيل ضحايا كذلك تم تسجيل سقوط عمود كهربائي ببلديات علي إيوب أما فيما يخص ولاية تيزي وزو كذلك تم تسجيل سقوط ثلاث أشجار ببلديات عيسي وكذلك بلديات البورني وإلى جانب تسجيل انهيار جدار مسكن ببلديات دام زيان بدون تسجيل ضحايا أما فيما يخص ولاية البليدة تم تسجيل سقوط أربع أشجار ببلديات العفرون السومعة وكذلك بلديات موزايا مفتاح وبوقرة مع تسجيل إصابة اثنين شخصين بجروح يعني خفيفة على إثر سقوط شجرة على ثلاث منازل فوضوية ببلدية السومعة تم إسعاف ضحايا يعني في عين المكان أما فيما يخص ولاية تيبازا تم تسجيل سقوط أربع ترشن شجرة كانت يعني حصيلة كثيرة في سقوط الأشجار ببلديات يعني الداموس مناصرة كذلك بلديات حجوز تيبازا حمر العين إلى جانب سقوط خمس خيوط يعني كهربائية وعمود إنارة في بلديات شرشال حمر العين وأحتاطبة يعني هذه التدخلات ما كاش هنا في ولاية تيبازا لم نسجل ضحايا بالنسبة لولاية الجلفة كذلك تم البحث عن ثلاث أشخاص كانوا تائهين بسبب تطاير الرمال التي شهدتها المنطقة يعني بمنطقة السهو بولاية الجلفة أما فيما يخص ولاية سعيدة كذلك وولاية تيسم سيد تم تسجيل سقوط يعني ثلاث أشجار وكذلك ثلاث خيوط كهربائية بدون يعني يعني بدون خسائر بشرية نعم سيدي هل لكم في مثل هكذا حالات ما هي أهم نصائح التي تقدمونها للمواطنين خاصة مستعملية الطرق باحتصار شديد سيدي يعني بالنسبة لي يعني كي تكون الوضعية الجوية تكون رديئة خاصة سواء كانت متعلقة بالأمطار أو كذلك مثل هذه الوضعية وينشهدنا رياح قوية في هذه الحالة يرجى من المواطنين تقيد ببعض الإرشادات الوقائية منها تثبيت الآثاث وكذلك ترتيب الآثاث واللي ممكن ينكسر وضعه في أماكن آمينة كذلك هناك نقطة أخرى لابتعاد عن النوافذ كذلك يعني بالنسبة للحيوانات ولا حتى يعني السيارات يستحسن أخذهم إلى يعني المرائب ولا يعني الملاجد لتفادي الخسائر البشرية كذلك يعني مستعمل طرقات تفادي خاصة المناطق وينتكثر فيها يعني الأشجار والمناطق الغابية لتفادي يعني حدوث سقوط الأشجار ويعني يبقى الرقم الأخذر عشرة وحد وعشرين كذلك رقم النجدة ربعتاش لمصالح الحماية المدنية في خدمة المواطنين مع يعني تحديث مع تحديد يعني الحادث بالضبط لباش يكون يعني تدخل سريع وفعال شكرا لك سيدي إذن كانت هذه حصيلة الحماية المدنية في تدخلاتها عبر مختلف ولايات الوطن عودة بك إلى الأستوديو زميلي شكرا جزيلا لك موفدنا إلى المدينة